موسيقى مشاهديني الكرام أو في الوطنية الأولى مساء النور أهلا وسهلا بكم أهم ميز التقس اليوم تواصل الحرارة المرتفعة بمناطق الجنوب الحرارة التي جوزت بكثير معادلاتها العادية والقصوى لسجنها كانت من بين 34 إلى 39 درجة مع هبوب برياح شيلي عمل برياح من القطاع الشمالي بالشمال وبالوسط ساهم في تخفيف وطأة الحرارة بمناطق الشمال حرارة القصوى كانت من بين 22 إلى 26 درجة وصلت إلى مستويات 26 بتونس العصمة وبالوسط كانت من بين 26 إلى 30 درجة ريح كانت تقوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب مثيرة للرمال والأتربة وبالنسبة لحالة سماء كما لاحظوا من خلال تسلسل لسوى القمر الاصطناعي تقس اليوم كان سافل قليل سحب على كامل البلاد ليلة قد ما يتوصل ظهور سحب قليلة بأغلب الجهات ودرجات الحرارة ليلا تكون من بين 14 إلى 18 درجة بالشمال وبالوسط من بين 18 إلى 23 بالجنوب يوم الغد إن شاء الله رتوبة عالية ميزة الأجواء صباحا تغسيكون مغيم جزئيا فتدريجيا قليل سحب ريح الشمالية باش تشمل أغلب مناطق البلاد وباش نعيجوا انخفاظ نسبي لدرجات حرارة القصوى المنتظرة اليوم الغد تقريبا في مستويات 24 بتونس العاصمة 25 بزغوان وبجية وطن القبلي بمنزرة نتوقعه 23 درجة بربوع الشمال الغربي 24 بباجة وبجندوبة 25 بسليانة وبالكاف بالنسبة القيروان تصل إلى مستويات 28 درجة بجية الساحل سوسة والمنستير 26-23 بالمهدية أعلى نسبيا بسيدي بوزيد 29-27 بالجاسرين وبالجنوب بسفاقس نتوقعه 28-26 بيجابس 27 بمدني 28 بتطوين 30 برمادة 31 بأقصى الجنوب بيكبيلي وبتوزر وبجفسة الحرارة القصوى تصل إلى مستويات 29 درجة بالنسبة للملاحة والصيد البحري يتواصل أعلام بهبوب ريح قوية إلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم الغدر يتكون قوة 7 إلى 8 من صلم بوفور ما يعادل 28 إلى 40 عقدة بالنسبة لسواحنة شمالية منطقتين سيرات وخليج تونس ريح تكون غربية إلى شمالية غربية سرعة من 15 إلى 25 عقدة والبحر يكون مضطرب بخليج حمامات وبجيات السحل ريح تكون شمالية غربية سرعة من 20 إلى 30 عقدة تصل مؤقتا إلى حدود 35 عقدة والبحر يكون شديد الاضطراب فمتموج بمنطقتين الشابة وجربة وصولا إلى جرجيس ريح تكون شمالية إلى شمالية شرقية سرعة من 20 إلى 30 عقدة وتصل مؤقتا إلى حدود 35 عقدة والبحر يكون شديد الاضطراب في متموش كل عادة نخذ فكرة حول الوضع الجوي ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية بين وقشة صحب قليلة والحرارة عالية نسبيا تصل إلى مستويات 37 بالمغرب الأقصى نتوقع 21 بالدار البيضاء وبالربات سماء قليلة صحب الجزائر 21 29 بالقهرة تقصف استقرار بترابلوس والحرارة تصل إلى 21 وبالبقاء المقادسة نتوقع 28 بالمدينة منورة 31 بمكة المكرمة حالة تقصف بالنسبة لبقية المدن العربية بالدوحة 29 28 بأبوظبي 22 بدمشق سماء صافيا بالكويت 31 درجة تقصف استقرار ببيروت 22 19 بعمان 18 بالقدس والسحب كثيفة مع أمتار ببغداد والحرارة تصل إلى مستويات 23 درجة الوضع الجوي بالنسبة لبعث المدن الأوروبية بإسطنبول 23 سحب كثيفة مع أمتار بموسكو 19 درجة 19 أيضا بفيانا مع ظهور سحب عبره بعد سحب بأثينا 29 29 برومة سحب كثيفة مع أمتار بأمستردام 15 أقل نسبيا ببرلين 12 درجة وتقص قليلة سحب بكوبنهاجن والحرارة تصل إلى 9 درجة حالة تقص بالنسبة لبقية المدن الأوروبية بلندن أمتار سوتاث مونتاش بباريس وبجونيف تقص بيرد بستوكولم والحرارة في مستويات 9 درجات ببريكسيل نتوقع 16 درجة 20 بمرسيليا مدريد سحب عبره والحرارة ترتقي إلى مستويات 19 درجة وبلا شبونة سحب كثيفة مع أمتار والحرارة تصل إلى 17 درجة تطور الوضع الجوي بالنسبة لأيامات القليلة القادمة يوم الجمعة ريح تكون أساسا من القطاع الشرقي على كامل البلاد تكون ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى حدثها وفعاليتها بعد الظهور بالسواحلة الشمالية وبالجنوب مع أمكانية ظهور دوير رملية محلية تقريبا درجات حرارة باستعرف ارتفاع نسبي مقارنة بيوم الغد القصوى تكون من بين 26 إلى 30 درجة بالشمال وبالوسط وبالجنوب تتراح من بين 28 إلى 32 درجة تصل إلى حدود 34 بأقصى الجنوب تقصي يكون قليل السحب إلى مغيم أثناء الليل بالنسبة لحالة التقص فيما يخص يوم السبت تريح تكون أساسا جنوبية شرقية على كامل البلاد قوية نسبيا قرب سواحل وضعيفة إلى معتدلة داخل البلاد البحر يكون مضطرب بكافة مجالتنا البحرية رطوبة عالية ميز الأجواء خاصة على مستوى الطبقات العليا الغلاف الجوي والتقص يكون مغيم بأغلب المناطق ودرجات حرارة باستتواصل في نفس النسق التصعدي مقارنة بيوم الجمعة أوقات الشروق والغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة الخمسة و 46 دقيقة وغروبها في الساعة الساديسة و 54 دقيقة لمزيد من المعلومات والأرشادات الموقع الخاص بالمهد الوطني للرز الجوي تروا دوبلو في بوام بيتيو بوانتين تبعثوا إرسال يد قصيرة والتي تتصل برقم الموزع الصوتي 884040 شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر